إلى الوضع الإنساني ونشاط المنظمات الإنسانية في غزة حيث قالت وكرت الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا اليوم إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافلها دون تسجيل إصابات عبد الحميد عباس سأل جوليات توم مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا عن تفاصيل ما حدث لم تحدث إصابات وهذا طبعا أمر جيد للغاية ولكن القافلة بالفعل تعرضت لإطلاق نار بطريق عودتها من تسليم قافلة رزمة مساعدات للناس في شمال قطع غزة تحديدا في مدينة غزة وقد قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على سيارة تابعة للأونروا وهي سيارة معلمة في إشارات الأمم المتحدة ومع العلم أن هذه القافلة كنا نصقنا مع السلطات الإسرائيلية عن عبورها وعن تحركها نحن نتحدث عن مساعدات عينية إنسانية من بينها مواد غذائية في منطقة مدينة غزة في شمال القطع وهي منطقة من الصعب علينا الوصول إليها بشكل مستمر وتطلب تنصيق عميق مع السلطات الإسرائيلية كنا حصلنا على هذا التنصيق وفي طريق عودة هذه القافلة المكونة من سبع مركبات تعرضت إحداها لإطلاق النار هل تواصلتم مع الحكومة الإسرائيلية؟ في أي مرة تتعرض مرافقنا أو توقمنا لأي هجمة أو أي ضرر نقوم بالمتابعة الفورية مع السلطات مع العلم أنه خلال الحرب أولا قتل أكثر من 140 زميل من الأونروا في هذه الحرب ورصدنا 180 ضربة على مرافق تابعة للأنروا في كافة أنحاء القطاع نحن تقريبا على تواصل بشكل شبه يومي مع العديد من سكان قطاع غزة وهم دائما يعني صراحة يقولون إنهم لم يستلموا مساعدات طوال فترات طويلة خصوصا من المنظمات الدولية هذا أيضا صحيح ودقيق بالفعل نحن في الأونروا لا نستطيع الوصول كما يجب إلى جميع الناس أولا بسبب القيود المفروضة على عدد الشرحنات التي نستطيع جلبها والتي يسمح لنا بجلبها إلى داخل القطاع وهي لا تزال جدا جدا منخفضة من ناحية العدد والوتيرة ثانيا حجم الاحتياجات الإنسانية بين الناس في القطاع حجم الاحتياجات مهول وفاقي كل أي خطة إنسانية كنا وضعناها قبل الحرب ما هي أبرز المواقع التابعة لكم التي توزعون فيها حاليا مساعدات لسكان قطاع غزة والضفة الغربية؟ في قطاع غزة معظم عملنا الآن يقتصر على مناطق الجنوب وتحديدا في رفاح حيث لا زال الناس ينزحون بشكل كبير جدا 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 كانت هذه جوليات تومى مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا وتحدثت إلى عبد الحميد عباس اشتركوا في القطاع